أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه في مواجهة الحرب الإسرائيلية عليه وحذر جلالته خلال اتصال هاتفيا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي من خطورة التصعيد الإسرائيلي مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وأكد جلالة الملك أن وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقوف الفوري للحرب على غزة ودع جلالته المجتمع الدولي للوقوف إلى جنب لبنان في هذه الأوقات العصيبة لحماية المدنيين الأبرياء والتحرك بشكل فوري وجاد لإنهاء كل أشكال التصعيد بالمنطقة وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد وجه الحكومة إلى تقديم أي مساعدة طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على الدولة الشقيقة موسيقى